معك مين يا ابن الله ايه? ام حنين. اهات ام حنين يا ابن. قالوا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي خضرتك يا شيخ محمد. يلا سؤالك يا ست ام حنين. سؤالي ان انا متجوزة بقالي 11 سنة. طيب. عشر سنين منهم كانوا كواسين جدا المشاكل الطبيعية اللي في اي بيت. الحمد لله. بقالي سنة واحدة. عايزة تطلقي? بقالي سنة واحدة. عايزة تطلقي? لا يا شيخ. طيب. ها? بقالي سنة واحدة سلفتي بتقولي ان انا بعمل لها اعماله كده. ام. واخو جوزي. عايزة. وعملين يلفوا عن ناس الدجالين وكل من الدجالين يقولوا لهم كلمتين. يجوا يقولوا الجوز. يعني انت اللي عملت العمل. واخر حاجة يا شيخ. انت اللي عملت العمل. والله بريقة يا شيخ من اي حاجة زي كده. بس خلاص. انا بصلي وملتزمة في الصلاة. زوجك بيسمعني? ايوة. طيب شكرا لزوجك. شكرا يا شكرا يا مو حنين. عندك حنين سألت سؤال خطير جدا. خلاص. قالت ايه? عاشت 11 سنة في سبات ونبات. وخلفه صبيان ونبات. وخلفه ايه صبيان وبنات. عشر من عشر سنين. اخر سنة حامتها بتقول ان هي بتعمل اعمال. خلاص? احنا عندنا بس قبل مجاوب. قاعدة في الشرع. بتقول ايه? البينته على من ادعى. واليمينه على من انكر. وانا بزود عليها. والحيطة تسع دماغي الجميع. يعني ايه الكلام ده? يعني ست مايه قالت بالنص كده الشيخ محمد اوبكر سرعت يلفوني. منين يا ست مايه? جبت الكلام ده منين? شفتيه في رؤيا يعني? عشان نعرف ان انت من الاولياء يا ست مايه? لا. طب جبنا الكاميرات. لقيت الشيخ محمد? لا. طب الشيخ محمد دخل غرفتك? لا. طب حد شافه ماسك شنطتك? لا. هو كده. اقول لا لا. انت كده ما جبتش بينا حتى ما يلزمنيش انا اليمين. لما تجيبي بينا يبقى قدامها اليمين بتاعي. طيب انا ما جبتش بينا. الحيطة عندك اللي ما تعجبكيش قنات النهار كبيرة. اغبطت نغف الحيطة اللي غيرها يا مين. خلاص? طيب. امو حنين بقى زوجها. ركز بقى. بتقول حماتها اللي هي بتعمل لهم اصحار. طيب. تعالوا واحدة واحدة. انت معترف بالسحر يا عم الشيخة اللي مش معترف معترف. ما اقدرش انكره. خلاص? ليه? لانني اثبت ما اثبته القرآن. اثبت القرآن السحر والحسد والعين. خلاص كده. كل ده اثبته القرآن. ما نقدرش نتكلم فيه. علشان ما نطلع ليش واحد من حتة تنكر اللي اثبته القرآن. لا. انما تعال بقى. ركز معايا واحدة واحدة. في مفاجأة. ارد بيها على حمات ام حنين. اللي هي لو صدق الكلام يبقى انتزع منها الدين. ليه? يا نهى ربي يا دعم الشيخ بتحكم على حد انتزع منها. اه. خلي بالك. ثبت ان رسول الله صحر. تعرف دي عم صلاح او لا ما تعرفهاش? النبي تصحر. النبي لما تصحر عمل ايه? هل ذهب لواحد وقال له شوف لي? حتى لو مصحابة? لا. هل استعانى رسول الله بالجن? لا. مسلم او غير مسلم? لا. اما للنبي عرف انه هو مصحور ازاي? وعرف السحر بتاعه منين? ارجعوا لصحيح البخاري تلاقوا الحديث. شاف النبي رؤية. ملكين جايين له من عند ربنا. قال له ما باله الرجل? قال مطبوب. يعني مصحور. ومن الذي سحره? قال لبيد بن عاصم اليهودي. سحروا ازاي? ام اي الوصف السحر? حطوا فين? حطوا في الحتة الفلانية. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم من صحابته من يجيء بالسحر. فلاقوا شعر النبي صلى الله عليه وسلم. ولقوا بعض من حاجات النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص كده? طيب واحد يقول لي ازاي النبي تصحر? اه. بس سحر النبي اعجاز. لان الساحر اليهودي كان عايز النبي يخرف في الشريعة. يطلع يقول ربنا خمسة. الكرآن كده. مثلا. لكن السحر موقعش كده. غاية الامر مع النبي كان يفعله الشيء ويعيده. يظنوا انه لم يفعله. يغتسل وعيد الغسط تاني. يصلي وعيد الصلاة تاني. لكن لم يزد في القرآن. ولم يزد في السنة. ولم ينهى عن حراء. ولم ينهى عن حلال. ولم يحرم حرام. خلاص? يبقى سحره عجاز. النقطة التانية. رحنا للدجال. قال لي بالك. رحنا للدجال. عرفت من انه ان هو دجال. ده لابس زي كده. ولابس حتة ايافة. وعمة جامدة اوي. اقول لك تعرف من انه هو دجال. اول. الدجال عم اماراته. خدها اكتبها يلا ورايا. امارات الدجال. انه يطلب منك حاجة من العرق. او صورة. او اسمك او اسم امك. او يقول لك انه ماي اللي عملت لك السحر. خلي بالك. اي حاجة من دول دجال. طب يقرأ قرآن. دجال. طب انت يلي روح. امرك بين امرين. حمات حنين. عندها حالتين. تختار منهم اللي ايه عايزها. انا عامل اوكازيون النهاردة ليك يا حاجة. اما ان جلست بين يدي الدجال. فلم تصدقي. يعني انا قعدت للتسليل. قعدت اسمك بس. ما عنديش روش تلا. اسمك. فقد ذهب نصف ديني. مع السلامة. نصف دين راح. طب في حالتك دين تصدقتي يا امي. للأسف. صدقتي. ورجعت اتهمت البنت. تاخد حكم النبي. صعبان على يقوله بك. فان صدقه فقد كفر بما انزل على محمد. سلمت. ايه? ايوة. ده فعل كفر يا حبيبي. فعل كفر. طيب. وقفنا عندي كده. هتوب يا عمي الشيخ. واختصل غسل الجنبه والنبي. واصل لركعتين توبة. هقولك دخلت في مصيبة اكبر. اللي هي ايه? اعظم الجرم. اعظم من الزنا. اعظم من السرقة. اعظم من ترك الصلاة. اعظم من زنا المحارب. اللي هو ومن يكسب خطيئة او اثما ثم يرمي به بريئة. فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. ابشح حاجة في الدنيا. ما يعديش عليها للشرك. لا عقوق والدين يعديها. ولا الزنا. ولا السرقة. ولا زنا المحارب. ولا ترك الصلاة. ان انت ترمي بريئا بتهمة هو بريئ منها. او عندك حتى شك ان هو بريئ منها. ولا ان تخطئ في العفو خيره من ان تخطئ في العقوبة. حاضر يا سيدي صلاح. ركز بقى معاي. خلاص? طيب. نروح بقى للنقطة التالتة معلش. ها? طيب يا عمي الشيخ انت ايه رأيك في الاستعانة في الجن. بالجن. مسلم او غير مسلم. ارد عليك بالقرآن قال ايه. وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. لان الجن اصدق الكتب من النار. والنار من خاصيتها الاحراق. فغلب على الجن الظلم والفساد والفتنة. فالجن كذاب. يقول لك فلان العمل عشان يفرق بينكم. وهي دي وظيفة الجن. يفرق. ويرمي الفتنة. ويولع الدنيا. ويخرب الاسر. طبعا عن طريق السحر. طيب. معلش يا عمي صلاح. سامحني. طيب الجن ده بيصخر للسحر ازاي. ها. بيصخر للسحر عن طريق اتفاق. لازم يتعمل عقد كده. زي قناة النهار لما بتعمل مع موسيقية عقد. ليه بنود. ان انت عشان اخدمك انت كساحر او دجال او شيخ زي ما تسموه بقى. معايا كده. لازم في اتفاق. بنود الاتفاق ده. ان يتقرب هذا الرجل للجن ببعض الاعمال الشركية. الكفر الصريح. زي ايه? مثلا زي الاقسام. او الزبح. او النجاسة. او السفلية. او التنكيس. او التنجيم. او الكف او الاسر. خد بالك من الحاجات دي كلها. ها. كل الحاجات. اه. طبعا انا مش هفصل لان انا فصلت في الحلقات بتاعت السحر. يعني ايه? يسبح لغير الله. معايا. يكتب القرآن بدم الحض او النفاس. معايا كده. او يكتب القرآن بالغائط. معايا. او يكتب القرآن بالمقلوب. او يجي الطفل صغير ويحضر على كفه. ويتقرب به الى الجن. او يطلب اثر في عرق المريض او في شيء. او التنجيم. او الاقسام. حاجات كتيرة جدا 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 جدا. عشان كده. يا حماة ام حنين. اتق الله. وعودي. وتوبي. وهذا الساحر كذاب. انت الان لابد وانت توبينا الى الله هي توبة النصوحة. وإلا فقد زهب دينك. الحاي قبل ما تموتي. يا زوج ام حنين. امك كدابة. بكل الوسائل. مش عارف مش عارف بلورها لك. مش عارف اجمل لك اكتر من كده. امك كدابة. معتدية. اثمة ظالمة. خلي بالكم الكلام ده كله. النهاردة دي مهمة الجن ومهمة الصحراء. هياخد منك ومنها. ولو انت الصالحة على مراتك هيطلع اختك. اتاكوا ربنا. اتاكوا ربنا. عار على دولة الاسلام. لما يبقى عندنا تجارة السحر والجن. تفوق تجارة السلاح والمخدرات في بلد. اتاكوا ربنا يا جماعة. اتاكوا ربنا. ما نفرقش البيوت بهذه التفاهات. ما عنديك اش دليل. ايه سحر ايه كلام الفاضي ده. ايه الفاضي ده. انا اعرف واحدة جوزة تجوز عليه. كل شوية. ايه والله ما بستش العب في نفسك. ولا هي عملت ليه. ولا تجوز عليها ليه. انتو عارفين كل شوية. استمراتي التانية عملاله عمل. طيب خلاص. خليك عايشة في العمل. لحد ما يجوز التالتة كمان ان شاء الله. يا الله يا ستة عزة.